السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا فصحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف نوجد معكم واحد الحريشة اللي سهلة خمسة دقائق تكون موجودة وبحالها نقدر نوجدها بحالك في القرطة او نوجدها للفطار لولداتنا ما كنجي نطيبوها ككاس دي الاتي او القهوة حتى تكون موجودة بسم الله انا سوف نبدأ معكم المقلة اللي سنطيب فيها هي اللولة و كندهنها هكا بزبدة كنوجدها كندهن الجواني انا عندي المقلة هنا من حجم سو 20 سنتيم صافيو كندردرها بشوية دي الاسميدة كنحطها على جن و غدي نجيب واحد الإناء فاش غنخدم كندير قبصة الملحي اللولة كندير حبة دي البيض و كندير هنا يا جوج معالق دي الاسميدة سكار ساندة السكار كيبقى عليه حسب الضوء إلا بغيتوا تزيدوا السكار كزيدوا السكار أنا كنديرها شوية هكا ناقصة و كندير واحد ضرب كندرب حلها هكا البيض مزيان حتى كيبدا يدوب غدي نضيف واحد الكز دي الاسميدة سكار فاني من حجم سبعة غرام و غدي نزيد ثلاثة المعالق دي الزيت نباتية أو ربع كاس دي الزيت نباتية أنا عبرت بالمعالقة صافيو كندرب مزيان ه نعد سrastك السكرة و كندير جوجوع معالق دي يلا الزيت نجلين سافيو كندرب مزيان كندرب مزيان كندربوا منيسمة وكندير هنا كاس دي اللما كاس دي الميا دي المدافي نضيف الحليب بودرة ندرة هنا بسرعة الحليب بودرة لان ما يكون دافي بساف لن يفسد البيض نضيف الحليب بودرة كسام 1.7 سميدة هنا نضيف الكس ولكنتحضف لها كسام 1.5 سميدة تحضف لها كسام 1 سميدة لا يعادل كسام 1.5 سميدة نضيف وحدة الخمارة من حجم 7 غ ننضيف نضيفها جيدا نضيفها جدا كما قلت لكم سوف نضيف المقلافة المقلافة سوف نضيف مكتوة السائل. سنسترح الحرشة بسباطولة. ونخبطها بحلقة بشكل سائل كي يتقد صافي ونقض الجوانب بحلقة بسباطولة. هنا سنطيبوها فوق البوطة. فما كنت لكم مرة ما كتتعطلش هالي. احنا كنوجدوها كأتي وكنوجدوها في نفس الوقت كنوجدوها ما كتتعطلش معانا. وكتجيب حلية الزنقاء. احنا زايدين عليها بحلها كعير بهاد الزرارة. سوف يكندير هكا الشعلة كتكون خفيفة كتكون ناقصة العافية. سوف نجيب هكا واحد الغلاقة وكنغطي عليها. سوف يكن نخليها كطيب وانا كنضور مرة مرة كنضور بحل هكا على حسب العافية. لان المقلة هنا يرى ان فيها 26 سنتيم لان كبير على العافية. سوف نضرب هكا على حسب العافية بحل هكا لكتشتغط من الجوانيب كاملين. سوف يكن بعد مكة بدأت نشاف. سوف نزيد بحل هكا نديرها بشوية تسميدة بحل هكا نرش على هكا شوية تسميدة من فوق. صافي وكنشوفوها بحال هكا وش بدت كنتشوف من الجوانب هنا غادي نقلبها غادي نديرو حد صينية او كنديرو حال هكا واحد التبصيل او اللي عندنا صافي هنا را خليتها شوية تشربات نسيت عليها شوية وغادي نبدأ كنطيب فيها انا كندور هكا الجوانب بعد ما كنتشد راسها كنبدو بحال هكا ندورها بيدي وكنخليها كالطيب خضت معانا هنا يا عشرة دقيقة راها كانت طيبة وجات من أروع ما يكون جات الحرشة هكا بحال دي لصنقة كيف ما قلت لكم انا زايدة عليها بحال هكا بجنجلانو بالنافع باش كننسمها اذا ما بغيتوش تديروه ما تديروش راها كتجي من أروع ما يكون كتجي خفيفة ثم شفتو كيفاش كتجي وما تنسوش إلي عجبكم فيديو ما تنسوش شاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي اجداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعاليق زوين اللي كتحطوا لي ثم شفتو لحرشة ديالنا كيفاش كتجي من أروع ما يكون بحالة كان قدروا نوجدوه حتى في رمضان نوجدوه بحال هاك الفطور وغادي نخلكم مع الصوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة